مرة أخرى يعود معرض أهلا رمضان بالخير على المواطن المصري من خلال سلع تنفسية وأساسية يقل ثمنها بنحو 30% من السعر بالأسواق العادية المعرض هو تمرة من تمار تعاون الدولة ممثلة في وزارة التموين مع القطاع الخاص مع اقتراب شهر رمضان المعظم يعود معرض أهلا رمضان من جديد ليهنئ المواطن المصري بطريقته من خلال سلع غذائية أكثر وبأسعار تنفسية نحن قدرنا نعمل السكر مدعم للناس زي ما حاديك شايفة كيلو السكر بعشر جنيه من السعر وخالص في السوق بس احنا سبورت للناس وأهلنا الغلابة ان احنا نبقى سبورت معهم في شهر رمضان نازلين المعرض ندعم حركة الرئيس الجمهورية لألك تنزيل الأسعار احنا قررنا ننزل بالأسعار بتاعتنا أكتر من أسعار الجملة كمان اللي احنا بننزلها للجملة احنا ننزلين أسعار متاح لأي حد وبمشاركة أكتر من مائتي شركة مصرية ولمدة أسبوعين يستمر المعرض الذي يقدم السلع الغذائية كالأرز والزيت والسكر وغيرها بالإضافة إلى يميش رمضان وبتقفضات تصل إلى 30% معرض جميل جدا وأسعاره جميلة في متناول الجميع ومناسبة لكل يعتبر الطبقة المتوسطة يعني احنا بنستنى المعرض ده من كل سنة يعني المكان فيه كل حاجة موجودة وإحنا يعني منتظرين أول ما مكان فتح كمان كل سنة بنيجي هنا لأسعار المعرض بصراحة غير الأسنين اللي فاتت أسعار مية مية بالصراحة حتى في عز الغلو اللي هو حصل في البلد والحرب اللي حصلة بين روسيا ووكرانيا ربنا يا مريك للنفسية الرئيس والأسعار في كل الأماكن حتى أنا جاي من العباسية نفس الكلام الحمد لله يعني الأسعار مية مية والله أنا شايف الأسعار جميلة جدا بصراحة يعني وجاي فتح في منطقة مناسبة ولا من مكازة حي يعني إن شاء الله بيت توفيق يعني أنا شايف حاجة جميلة جدا جهود حثيثة تقوم بها الدولة وتعاون بين وزارة التموين والتجارة الداخلية والغرف التجارية والقطاع الخاص لتذليل أي عقبات تقف حائلا أمام راحة المواطن المصري ليحيى حياة كريمة كما يستحق